ولا يخفاكم الحديث الذي رواه البخاري معلقا في صحيحه في كتاب الرضاع أنه ذكر قصة طويلة وخلاصتها أن أبا لهب لما جاءه الخبر بولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبشرته ثويبة جاريته كعادة العرب إذا جاءتهم بشارة فإنهم يكرمون هذا المبشر بما يسمى بالحلوة أو بالإحسان والجزاء فأكرمها بالعتق واعتقها لهذا يقول العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه إنه رأى أبا لهب في النوم في شر حال فسأله عن حاله فقال له حالي كما ترى قال له إلا أنني يعني المتكلم هنا أبو لهب قال إلا أنني أسقى في كل يوم إثنين من نقرة أصبعها أسقى منها ماء لماذا؟ قال لأجل أنني أعتقت ثويبة لما أخبرتني بولادة محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذا يقول الحافظ شمس الدين ابن ناصر الدين الدمشق أحد كبار العلماء الأمة الإسلامية وحفاظ أحاديثها يقول إذا كان هذا كافر جاء ذمه بتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الإثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي طول دهره بأحمد مسرورا ومات موحدا